السيادة والسادة أهلاً بكم في حلقة جديدة من نفض البلد حلقة الليلة نناقش فيها محورين في الأول نتابع جدل تنفيذ عقوبة الإعدام وفي الثاني نعيد السؤال حول موضوع وقضية الاعتداء على الأطباء في المحور الأول نؤكد أولاً أننا لن نتحدث في قضية مقتل الطالبة إيمان رحمه الله احتراماً للتعميم الصادر بمنع النشر ولكننا سنخوط في تنفيذ عقوبة الإعدام وقفها والأثر على المجتمع لماذا لا يتم التنفيذ الفولي للإعدام سلبيات التأخير الردع العام أين نحن منه وأين نحن من تزايد معدل الجريمة هل سنبقى نقف أمام انتقادات المنظمات الخارجية الحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيف الكرام ديبتور غازي أذنبات مقرر اللجنة القانونية النيابية مساء الخير ديبتور مساء الخير ورحب أيضاً بالمحامي والناشط القانوني أستاذ معاذ المومني أستاذ معاذ مساء الخير مساء الخير أستاذ محمد قبل ما أبدأ حواري وضيف الكرام فقد أستعرض ما يتحدث عنه القانون الأردني في المادة التاسعة والثلاثين من الدستور لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان الرأي فيه في النصوص التشريعية هناك ثلاثين نص تشريعي يعاقب بالإعدام أبرز هذه المواد التشريعية المادة 17 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 سنة 60 وتعديلاته ثمان مواد في قانون العقوبات العسكري لسنة 88 مادتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سنة 2016 ثلاث مواد في قانون حماية الأسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 71 ضمن اختصاص محكمة الجنيات الكبرى جريمة القتل العمد وقد عرفته محكمة التمييز بأنه القتل الذي يقع بعدما أخذ الجاني فرصة للتفكير والتخطيط بهدوء ومن ثم قام بالتنفيذ القتل المرتكب تمهيداً لجريمة من فئة الجناية أو تنفيذاً لها مثل أن يقوم الجاني بقتل حارس منزل تسهيلاً لسريقته أو أن يقتل الحارس لتأمين فرار السارقين القتل المرتكبة من الفرع على الأصل كأن يقتل الجاني أحد أبويه أو أجداده وجريمة اختصاص فتالم تكمل الخامسة عشر من عمرها هذه جرائم ضمن اختصاص محكمة الجنيات الكبرى عقوبتها هي الإعدام سأستعرض وإياكم جملة من الاختصاص للمحاكم الأخرى ولكن اليوم يعود الجدل بكتور غازي ويعود الحديث عن تنفيذ عقوبة الإعدام والسبب معروف والسؤال لماذا نؤخر تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة وأنا عندي عدد المحكمين بالإعدام آخر دراست حتى عام 2019 عندنا 173 محكوماً في الإعدام بينهم 21 إمرأة لا أنا أريد أعطيك لغاية اليوم 239 محكوم بالإعدام 239 محكوم لغاية هذا اليوم محكم حكم قطعياً حكم مبرم يعني ليس أي حكم لأنه المتهم بريئ حتى تثبت إعدام صادر به محكام قطعياً يعني مصدقة تمييزاً 239 محكوماً بالإعدام في الإعدام نعم صحيح؟ صحيح؟ نحنا جمّدنا تنفيذ عقوبة الإعدام بين 2006 و 2014 لم ننفذ أي حكم عقوبة إعدام لا نفذنا نفذنا بعد 2017 نفذنا بالـ 2014 14 و 2015 أنا حتى أربعة أنا ماضح لا بـ 17 و 17 نفذنا آخر مرة نعم أحكام إعدام شنقن حتى الموت بحق 15 إرهابي و مجرم هاي آخر مرة 2017 نعم يعني منذ خمس سنوات نعم والسؤال ليش؟ سيدي يعني هو هذا موضوع عن تنفيذ حكم الإعدام والحكم بالإعدام وتعليق عقوبة الإعدام عدم الحكم التغيير التشريعي والتغيير كده هذا موضوع جدل مش جدل بيننا وبين الأخ معاذ اليوم أو جدل بيننا اليوم هذا جدل فلسفي عميق من القرون الوسطى بمشتعل بأوروبا بقرون الوسطى يعني بكاريا سنة 1730 تحدث عن عقوبة الإعدام عقوبة ظالمة وعقوبة جائرة عقوبة لا يمكن تدارك أخطاءها وعقوبة عقوبة نفس الأفكار والمبادئ اللي قاعدة منطرحها إحنا الآن نفسها وبالمقابل جان جاك رسو أكبر فيلسوف فرنسي وضع مبادئ الحريات قال إنه كان مع عقوبة الإعدام وقال هذه عقوبة لابد منها لوقاية المجتمع وحماية المجتمع وفض احترام المجتمع وللردع العام تحت فهي موضوع جدل فلسفي عميق ونفس الكلام اللي بنردده الآن اللي رح حكي أنا أو يحكي لأخ معاذ كانوا حقول فلاسفة صحيح قبل 300 أو 400 سنة بس أنا اليوم بسأل إحنا ليش من أخذ سيدي أنا أقول لك إنه فيه توجه للتنفيذ فيه توجه للتأخير فيه توجه للتجميد فيه توجه للتجميد وحتى بالأردن وفيه كثير من الدول مش بس بالأردن أوروبا كاملة ما فيها تنفيذ وألغوا عقوبة الإعدام إلغاءة كامل الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا بقي 36 ولاية فيها عقوبة إعدام باقي الدول يعني 36 ولاية طبعا طبعا المنشن المل بقول لك إنه فيه لايق عنده اليابان لا تزال تطبق عقوبة الإعدام سيدي أنا اليوم إحصائيات 2020 بتقول فيه تسعين جريمة قتل عمد وقصد نعم هاي صدر فيها أحكام قطعية نعم أحكام قطعية بالإعدام نعم شو منستنى مش حسنا ربعان نستنى أنا قلت لك إنه أولا فيه نص الدستور لا ينتقرأت قبل شيء نص لا ينفذ حكم الإعدام اللي بعد تصديق الملك وتصديق الملك وجوبي ليس تجاوزي يعني مثلا في بعض القوانين في القانون المصري قال إنه إذا ما جاوبني الرئيس إذا موافق الرئيس على الإعدام بعد 14 يوم منفذ الحكم حتى لو ما رجع منه لكن عندنا الدستور الأردني كان صالم بشكل أكثر إنه لا ينفذ إلا بتصديق فتصديق جالة الملك ركن من أركان الحكم أصبحين زي زي قرار محكمة التمييز يعني لا ينفذ الحكم يصبح الحكم غير قابل للتنبيذ ما ليم يصدقه جالة الملك هل هناك توجه سياسي؟ حتما يوجد توجه سياسي من الـ 2006 بالأردن فيه توجه سياسي مش بتعليق بتجميد يعني التشريعات ما تعرض ولا التشريعات لا تزال تعاقب بالإعدام المحاكم لا تزال تصدر أحكام بالإعدام لكن فيه تجميد للتنبيذ فيه تجميد للتنبيذ الأسباب الأسباب ربما أسباب إنسانية ربما أسباب راح تحدث أنا أخوي معاذي بعد شوية راح ترك له مجال يتحدث فيها هو من مجال نظره ربما أسباب سياسية ربما ضغوطات دولية كله هذا وارد ما بقول أنا مش جاي دافع عن الحكومة لكن فيه توجه لتجميد عقوبة الإعدام فيه توجه والدول مش الأرد اللي واحدة يعني أكثر من مئة دولة الآن في عندها تجميد لعقوبة الإعدام جمديدها رغم أنه محاكمها تصدر أحكام بالإعدام طيب سماد أسمع وجهة نظرك واليوم عشان نحكي الواقع الإعدام يردع هذا رأيه ورأي آخر الإعدام لا يقدم ولا يؤخر وجهة نظرك جميل يعني مساء الخير أستاذ محمد ومساء الخير دكتور غازي والسادة والسيدات المشاهدين يعني حقيقة قضيت بأن العقوبة تردع في الواقع نعم العقوبة تردع بشقيها الردع العام أو الردع الفردي أو الردع الخاص لكن ما هي طبيعة هذه العقوبة التي أقرت في القوانين العقابية ما هي طبيعة الحالة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعي في منطقة ما اليوم نحن بحاجة إلى علماء اجتماع بنفس السياق اللي بيكون فيه المختصين والسلطة التشريعية والمختصين في علم الإجرام يجب أن يكون هناك علماء في علم العقاب وعلماء اجتماعيين في ذات السياق لكن أيضا لما نتحدث عن جريمة أو عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام أولا المبدأ الحقوقي لا يتجزأ فأنا من حيث المبدأ مع إلغاء عقوبة الإعدام لكن أنا أستوعب تماما بأن المجتمع الأردني لا يقبل إلغاء عقوبة الإعدام متفقين هذا لأنه في دراسة قبل عشر سنوات قالت بأن 93% من الأردنيين لا يقبلوا إلغاء عقوبة الإعدام اليوم هل نحن مستعدون للشروع أو البدء بالأعمال التخضيرية لإغاء عقوبة الإعدام هذا قضية أخرى يعني فيه سياق آخر لكن الحق في الحياة حق مقدس أستاذ محمد والمبدأ الحقوقي لا يتجزأ ولما نتحدث عن الحق في الحياة لا نتحدث فقط عن عقوبة الإعدام لماذا ارتباط الحق في الحياة دائما بإلغاء عقوبة الإعدام نحن نتحدث عن الإجهاض نحن نتحدث عن الفحوصات أو الاختبارات الطبية نحن نتحدث أحيانا عن قضايا إلها علاقة بمنع الانتحار هذه كلها حماية لحياة الإنسان لكن هل عقوبة الإعدام رادعة أو غير رادعة؟ هذا الموضوع كما قال الدكتور غازي لا يزال خلافيا في العالم لليوم حتى فقهاء القانون الدولي حتى في المعاهدات الدولية لا زال هناك أكثر من رأي في هذه القضية العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة السادسة لم يلزم أحد ولم يلزم أي دولة لإلغاء عقوبة الإعدام لكنه أقر بضرورة أن تكون العقوبات أو العقوبة التي تصدر بناء على الجرائم الأشد خطورة من بينها كانت جريمة في الإبادة الجماعية حتى فبناء عليه إحنا عندما نقول هل هي رادعة أو غير رادعة؟ أنا بقول العقوبات يجب أن تكون رادعة لكن السياق المجتمعي أحياناً بفرض عليك بعض المقاربات والسياقات أنا بدي أقرب فضل اليوم وقعت عندنا جرائم مشابهة متقاربة في جريمة مشهورة جريمة الزلقاء وتم فيها القتل تمام في حافلة صحيح وكانت العقوبة الإعدام صحيح ونفذت وهدي المجتمع اليوم المجتمع بيقول لك الدم بالدم هذا اليوم مجتمعنا أنا بحكة عن مجتمع اليوم حقيقة ما بجامل اسمح لي أستاذ محمد هذا اللي كنت متحدث فيه قبل قليل أن السياق الاجتماعي اليوم غير قابل إلا لهذا الطرح لكن من الممكن أن يعيد المجتمع النظر في كثير من التفاصيل إذا ما ذهبت مؤسسات الدولة جميعها باتجاه قوننت أو إعادة النظر بوقف عقوبة الإعدام اليوم اللي بغتو الشخص شو عقوبته اللي بغتو الشخص في قانون العقوبات في له عدة اليوم إذا بدأ لغي أنا عقوبة الإعدام شو عقوبته يخي مهومة لغية قانون الإعدام المادة 17 اللي تحدثت عنها أول مادة المادة 17 في قانون العقوبات تلغي عقوبة الإعدام وتقول إذا كانت المرأة حاملة تستبدل عقوبة الإعدام بالحكم بالسجن المؤبد مش هيك دكتور غازي صحيح هذا هاي هاي الغالة عقوبة الإعدام بنص المادة ذاتها بالمادة 17 اللي تذكرت حالي حالي منفرد لو كانت حالي لا تقيس عليها يعني لا يؤلع هس أنا ما بدي أقيس لكن هناك استبدال لعقوبة الإعدام بعقوبة أخرى يعني هناك ما المانع الاستبدال أستاذ معاذي حتى في مقولات تطالب عدم إعدام المرأة بشكل عام مش بس المرأة الحاملة يعني فيه كثير توجهات وأرهاء وجيها فلاسف كثير طالبوا أنه إعدام المرأة يعني غير منطقية خلص بقولك خليها بس جهة أنا يعني مش إنه بجاي بدي أدابع وكذا لما لكن ما نوخذها كحالة قياس اللي تحدث عنها الأخ محمد يعني الأخ معال تعدث عن حالي جرائم خطرة جدا وخطرة إلى تأثير بالمجتمع وتذي ما إلها علاج يعني شو بدك تعال لشو يتعطوه بسجع الآن الآن آحاس الآن دكتور غازي أستاذ محمد حقوبة الإعدام ولا بل هناك تقرير صدر من مؤسسة رسمية قبل تقريبا سنة عام ونصف أو عامين وأكد على أنه 49% من مرتكبي الجرائم هم مكررين وهذا بدعونا إلى إعادة النظر بالسياسات الإصلاحية والبيئة السجنية وإذا اسمح لي أنا ما بقول كلام أنت بقولي مكرر إشي مكرر إشي جريمة قتل إشي الآن أرجوك جريمة أنا في جريمة القتل القتل العمد أنا واضح الذي حكمه واستأنفه وميزه وبده في حكمه خلص ما ظلش أصبح قرار قضائي عنوان للحقيقة خلص القرار القضائي يقول حكمه هذا الشخص إعداما لماذا لا تقوم الحكومة بتطبيق وبتنفيذ حكم الإعدام هذا سؤال تسأله للحكومة سعاد دكتور غازي بيوجه سؤال للحكومة غدا أو بعد غدا في هذا السياق لكن لا نستطيع أحد لا أنا ولا الدكتور غازي أن نجيبك لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ أحكام دكتور وأنا بدي أاجي لأنماط الأخرى الحديث الذي يدور حول حكم الإعدام واليوم الإعدام لمن قتل عمدا وثبت عليه الحكم يهدئ روع الناس والبعض يراه راضعا ويطالب أن يكون على نية حتى يردع الناس لأن الناس يعني في بعض الناس تحتاج إلى أن تخاف من ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم بعض آخر يأتي بيقول لك الإعدام يريحه يخفف عنه عليه أن يسجن ويحبس سنوات طويلة رأي سيدي قلت لك كل الأراء يعني كل الأراء تحدث فيها كلها مطروحة وقالوا أنه حتى نقشت قالوا أنه طالما أمضى فترة طويلة بالسجن فهو نال جزء من العقوبة ليش ترتعد وهذه عقوبة جديدة يعني هيك تتحدثوا كثير أخي يعني الموضوع الموضوع شائك وأكثر عمق من ما تحدث عقوبة الإعدام يعني مسألة تاريخية مسألة مرتبطة بالدين مرتبطة بالمجتمع يعني ما قدرش تحدث فيها يعني بيجي لك وأحد أسا بيقول لك ولكم في القصاص حياتوني أو للباب بيذلوا خلص مدام قال تعالى أنا شو بدي ناقش ما بقدرش ناقش بيك موضوع لكن احنا بحقي كناحية اجتماعية وناحية مجتمع طيب أنت عندنا سيدي سيدي احنا حدث أخي معادة عن حق الحياة حق الإنسان في الحياة طيب هذا اللي قتل ليه محترم حق الإنسان في الحياة لما قتل ثانيا بتتحدث عن حق الإنسان في الحياة كل الليبراليين اللي بطالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام في كل العالم بطالبوا بعدم معاقبة الإجهاض نكتبيح الإجهاض طيب الإجهاض هذا مش حق الحياة ايش معنى بطالب بالإجهاض وما بطالب بالتحار بالإعدام ما كله إعدام تنهار كلها قضايا خلافية سيدي قلت لك أنا مسأل مسألة فلذلك مسألة صعب نتفق فيه احنا الآن في هذه الجلسة لكن في مسألة يعني في قضايا تهز المجتمع لابد من يعني تجد أنه أحيانا لابد من إراحة المجتمع حتى نفسيا تعطي ستيبل للمجتمع يقدر في حال تصرف يعرف أنه فيه قانون وفيه مش في بعض الجرائم الجرائم الخطرة الجرائم اللي بتهز المجتمع مش والله جريم بتحدث جرائم قتل زي ما قلت لك في عنا 139 محقوب تلاقي 39 هذول قضايا رأي عام قضايا مجتمع وقضايا هزة المجتمع وكانت قضايا خطرة جدا لابد من معالجتها لايمكن تترك على عواهنها وظلوا يقول له يعني لازم يكون في حد معين عارف دكتور غازي ولا قطعاني بحديثك الإشكالية في السياق اللي بتتحدث فيه ويمكن أتفق معك فيه كثير مما ذهبت إلي لكن الإشكالية بأن هذا الأمر لا يناقش إلا عندما يكون الجو العام مشحون بقضية ما هذا الأمر يجب أن يناقش بين أصحاب العلاقة وصناع القرار وسلطة التشريح وكل مؤسسات الدول الأربنية يجب أن تناقش هذا السياق أنا ما بجوز أني أتحدث اليوم الشارع مشحون إذا اليوم طلع معاذ المؤمن يتحدث وقال أنا ضد أو أنا مع إلغاء عقوبة الإعدام والله ستعلق مشانقنا على على التواصل الاجتماعي اسمح لي لكن لا اسمح لي أنا بقول بالمجمل لأن الشارع اليوم مشحون بقضايا وبأكثر من قضية وتتوالى أحيانا الجرائم أنا بقول يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة لكن يجب أن يكون هناك مراحل تحضيرية وعمال تحضيرية وأسباب موجبة قبل أن أقوم بالذهاب طب إذا كان ولابد سأبقي على عقوبة الإعدام أحد الآراء تقول بأن يكون القرار صادرا بالإجماع من كل في كل مراحل التقاضي هذا القانون المصري تمام هذا موجود في القانون المصري إذا كان ولابد الإبقاء على عقوبة الإعدام الآن إحنا اليوم بحاجة ما بقول أنه اليوم إحنا بحاجة للتدرج في إلغاء عقوبة الإعدام ما بقول اليوم يجب أن يلغاء عقوبة الإعدام أنت ليش بكتلغي كيف؟ أنت مختلف تلغيها إحنا بنا نتحدث عن مع الاحترام نقول لك إذا على سيدي إذا عدين عشر عن الردع يا سبعان إحنا بتسمح لي السنوات اتحدثت فيهم بالله بعد إذنك بعد إذنك من 2017 طبقت جريمة الإعدام قديش نسبة الجرائم من 2017 لليوم أنا أتحدى إذا لم تكن أكبر من وأكثر بالعدد من الفترة بين 2006 أو 2011 أو 2014 أو 2017 بعد 2017 أنت عدمت 21 شخص بعد 2017 ولليوم وصل الرقم 239 زي ما قال الدكتور غازي وأنا متأكد أنه بين 2011 وال2017 لم يصل هذا الرقم ومع أنك تطبق عقوبة الإعدام معناته مسألة عقوبة الإعدام أنا بفهم بأنه أنا بدي أشفي غليل المجتمع لاش تتناقض إحنا ما نفذنا عقوبة الإعدام حتى تقول ليش ما نخفضت النسبة لا بال2017 نفذ لا مش نفذ دقيق تقول لي ليش ما نخفضت لأنه ممكن لأنه بيجي لك واحد رأي مش أنا بقول بيجيك واحد بقول لك لأنه ما فيه تنفيذ لو فيه تنفيذ كان ما وصل لك بال2017 نفذ من 2017 لليوم سيد أخمع طب نأخذ 5 سنوات ونأخذ مؤشر على 5 سنوات المسألة اللي بنناقش فيها للأسف هي مش مهمة بالنسبة لمجتمعنا لأنه أصلا المجتمع يعني يعني ما بديش أحكي سياسة الدولة الأردنية وحكمة الهاشميين وكونوا صادقين أكثر هي الضمان الوحيدة لهذا الموضوع غير هيك ما فيه لأنه تتحدث عن دول فيها اعدام أوقف عقوبة إسرائيل أوقف عقوبة العدام لكن قاعد ينفذ تصفيات وشرين أبو عاقلي آخر مثال قاعد ينفذ تصفيات من خارج القانون بعيدا عن القانون قاعد ينفذ تصفيات في دول التلفيق السياسي واحد مخالف سياسي معارض سياسي تروح بتحط لتهم وتعد معدام وانت بتعرف من الدول عدامات خارج القانون وطابع سياسي سيدي خلنا قول في دول طابع قطع سيدي قانوني ما بتعلن ولحد الآن منظمة العفو الدولية تحتج على دول تنفذ عقوبات عدام تحت الطاولة ما فيش يعلن وهذا احنا الأردن الحمد لله طاولتنا مكشوفة ما فيه لا فيه عدامات سياسية لا فيه عدامات حط لا فيه تصفيات هاي المسائل ربنا حمانة منها تاريخيا بحكم القيادة بحكم الكذا انه ما فيه من هذه المسائل كلها ما فيه لا تصفيات سياسية ولا عدامات تحت الطاولة ولا جرائم تصفي يعني تصفي قاعدين بموت من الشرطة من الأجهزة الأمنية أكثر من الموت من المجرمين لأنه حتى القانون بيعطيهم لما واحد يتصدى لك بسلاحه بيقول لك تخه ومع ذلك قاعدين بقولوا لا الشرطة قاعد بموت والشرطة من تخه والمخدرات قاعد من تخه كل يوم وما بستعملوا أسلحاتهم ما بتخه لأن القانون قاعد بيعطي حماية دكتور فيه قضية مجتمعية مهمة جدا يعني أنا اليوم أنا اليوم بقول لي أنت اليوم أنت كم حكم إعدام منفذ؟ من 2017 من 2006 اللي تحدثنا عنهم تحت الهوى اللي كانوا هم ما بيتجاوزوا يمكن 25 أو 30 كلهم 40 إعدام من 26 لليوم لليوم هذا قد يكون نهج لدى الدولة الأردنية أستاذي محمد في ميلي واثنين أنا عندي يا سيدي اسمح لي أنا بقول لك بس تقرير جرائم تمام 90 جريمة قتل عمد وقصد 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت تمام عدد الجناة في الجرائم القتل عمد والقصد بلغ 200 و 1 شخص من بينهم 7 نساء تمام المجني عليهم في تلك الجرائم 99 شخص منهم 22 امرأة كيف دي أردع يعني أنا بقول يعني أنا بقول أعطيني إذا ما نفذب وقفت اعدام ما بجوز نتحدث لما يكون في تفسير مع الاحترام يعني قاصر في موضوع الحق في الحياة هناك تداخل نحن نقول لابد من إعادة النظر بعقوبة الاعدام لكن دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة دون الإخلال بمبدأ عدم الإفلات من العقاب مع الاحترام دون الإخلال بمبدأ الضمان وتعويض الضحايا أو أهاليهم هذا قضية يجب أن يعني أنا باعتقادي يجب أن تكون محلا للنقاش أما أن أبقى أناقش كلما شحن الجو العام والمجتمع بقضية أن أقول فيه إعدام أو ما فيه إعدام أنا بقول إحنا يجب أن نجلس على الطاول طب اسمح لي ما نفتحناها أكثر مرة هذا الموضوع بنحكي فيه طب ليش الخبراء ما قاعدوا شافوا إذا ننفذ ولا ما ننفذ خلي الناس تعرف الآن خلي الناس تعرف قد يكون هناك قد يكون هناك توجه لدى المؤسسات الدولة الأردنية بتجميل لأنه في 102 دولة أوقفت عقوبة الإعدام في العالم هناك 35 دولة جمدت تطبيق جمدت تطبيق عقوبة الإعدام ومنها الأردن ومنها الأردن وفي 55 دولة لا زالت تطبيق عقوبة الإعدام هل هناك رغبة لدى الحكومة أو السلطة التنفيذية أو عقل الدولة بأن يذهب باتجاه التصديق على البروتكول اغتيار الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام صحيح أن تربط المنح والمساعدات بتنفيذ أو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام لا أنا لم أسمع بهذا الشيء أبدا لأنه شوف هل معقول 102 دولة ألغت عقوبة الإعدام وباحثين عن المساعدات أنا ما بدي أربط حقيقة وما عندي جواب لكن باعتقادي أنه أبدا هذا كلام خارج السياق أنا لا أقبل يعني بصراحة ما بقدر أقبله منظمات الدولية بالطالب وكل شيء لا لا دكتور منظمات الدولية بالطالب المنظومة الأممية الأمم المتحدة اللي هي حكومة تجمع حكومات العالم تقول إلغاء عقوبة الإعدام أو يجب أن يتتوجه الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام والمحكمة الجنائية الدولية في قضايا الإباد الجماعية وهي تابعة وهي أحد الأجهزة والأذرع القانونية للأمم المتحدة لا تحكم بالإعدام في قضايا الإباد الجماعية هذا توجه عن كل حكومات الدول هذا توجه الحكم مش موجود يا سيد سيد الأردن رفضت توقع حتى على بروتوكول التكميل هو لم توقع للأردن بطبيعة الحال ما وقعت على بروتوكول يعني موضوع الإعدام رفضوا التوقع عليها قالوا إحنا ما قدش نلغي عقوبة عقوبة الإعدام ورفضوا علانة علنا يعني مش لكن لازالت لازالت تجمد هي جمدت من وراء يعني بعد ما رفضت عدة تشريعية أو نتوافق على البرتوكول الدولي يعني من ضمن الدول اللي رفضت هذا البند بالذات بند إلغاء بس وهو التجميد التجميد في الغالب بيكون يعني خطوة استباقية للإلغاء فيما بعد لكن حصلت هناك أحداث حتى لما في 2014 صار الإعدام ترى قرار تنفيذ عقوبة الإعدام بال2014 قرار ذو طابع سياسي وليس ذو طابع قانوني بمعنى أنه كان جاء نتيجة جاء نتيجة ردة فعل على استشهاد الله يرحم ومعاذ الكساسبه صار فيه تنفيذ عقوبة الإعدام 2017 أيضا إلها 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 كانت قريبة في سياق في نفس سفيدات السياق كانت وكانت الأردن تريد أن توصل رسالة بأنها لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام لكن من 2017 اليوم لماذا لم تنفذ الأردن 239 حكم قطعي في الإعدام قد يكون توجه لدى الدولة الأردنية بالبدأ بالأعمال التحضيرية لإلغاء عقوبة الإعدام نقطة اليوم أنت برأيك دكتور غازية وأنتم مجلسة شريع هذه هي تشريعات مقرة مقرة وأحكام قطعية تصدرها السلطة القضائية سيدي أنا تحدثت لك دستوريا مش ما بتحدث بالقوان بالدستور قلت لك الأجتهادة فيه معرض النص المحاكم القانون العقوبات والقوانين ذكرتها كلها ومحكمة أمن الدولي ومحكمة الجنايات وحتى المحاكم العسكرية تصدر الحكم بالإعدام في الجرام التي تستوجب الإعدام هذه الأحكام تميز تلقائيا إجباريا تميز لمحكمة التمييز يجب أن تميز تلقائيا لمحكمة التمييز أو تستأنف تلقائيا حتى تصبح الأحكام قطعية لكن هناك ركن أوجد الدستور المادة 39 أنه يابد أن تقترم بتصديق جلالة الملك هذا أنا أنا أتبجز تشريعي بحترم الدستور قبل ما أحترم القانون الدستور بقولي لا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا صادق أي جلالة الملك الموضوع كله الآن بيد جلالة سيدنا جلالة الملك ما أبدو صادق لأسباب قلت لك ممكن تكون أسباب إنسانية ممكن أسباب تاريخية ممكن أسباب شو ما كانت الأسباب لكن جلالة الملك يرتعي أنه ما يصدق على هذه الأحكام وأنه يجمد عقوبة الإعدام لأي سبب؟ طبعاً الحكومة عدرة بالأسباب اللي قاعد بنونا لكن أقول لك أنه هل هذا محمود أو غير محمود ممكن يكون نوع من الفلترة يعني أنا كمان إذا بعد المئتين أنت لما عدمت واحد بتسو ضج دولية كمان ما عارفين هسا الدول اللي قاعد تنفذ إعدامها تقاعد علي ضج دولية وتقول لي ما فيه احتجاجات فيه احتجاجات دولية أي واحد بنفذ حكم عدام ثاني هم بتكون محتاج منظمة الحفو الدولية وأمستي والاتحاد الأوروبي كله بحتاج أي دولة لكن الدول اللي بتطبق الإعدام ما بتحتاجها يعني إحنا أميركا ما بتحتاج لأنه في 39 وثلاثين ولاية أمريكية بطبقوا الإعدام 36 بطبقوا الإعدام لكن الدول اللي ما بتطبق الإعدام ما كيدة بتضغط في سبيل أنه هم يروا من مبادئ حقوق الإنسان يعني محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت الإعدام يعني محرم دوليا لكنهم بطبقوا على دول إيش رأيك بلي بقول أنا السجن مدى الحياة أشدوا عقوبة من الإعدامي نفسي رأيك سيدي هذا رأيي سيدي خينا أسمع دكتور غاز سيدي هيا أسمع دكتور غاز كذا الرأي يعني تقول لي يقول لي أمين الأشد الإعدام والأعقوبة هذه كل الإنسان ليه ظروف في ناس بقول لك يا عم أريحني في ناس باستجم بقول لك تعال عدمنا وريحني وفي ناس بقول لك لا يا عم خلينا عايش مدام النفس موجود يعني هذه مسألة بترتبط بالشخص نفسه بالشخص المحكوم عليها مش إنه حط قاعدة عامة ما بقدر حط قاعدة عامة إنه واحد زال واحد ثالثانين إنه تنفيذ حكم الإعدام ما خفه من البقاء في السجن اللي بيظل بيستجن بيظل الإنسان متعلق بقشن وممكن في لحظة من اللحظات أطلع من السجن ما في إنسان بقول لك سجن راح ورغم إنه عارف إنه محكوم وميت قيد علي لكن بظل عنده أمل بصيص أمل إنه يطلع من السجن تسمح لي بس تصديقاً لكلام الدكتور غازي بال2017 لما تمت الإعدامات في 2017 ما يقارب عشرين إلى ثلاثين إذا ما خانتني الذاكرة لا الرقم عشرين إلى ثلاثين شخص كانوا محكومين بالإعدام منذ مدة قاموا بالحصول على مصالحات وأخذوا سك صلح من قبل أهالي الضحايا وبالتالي مش بسهم بعضهم كان أمضى عشر سنوات أكثر من المدى اللي ممكن في جمعيات إجت من الخارج من أخواننا بالخليج من الخارج يجوا ودفعوا عديّة ودفعوا عديّات وأخذوا مصالحات لناس صحيح طيب يا شاني أنا بدي قانون أرجوكو يا أخوان آه أخوان أنا بحكي أحنا دولة أحنا نقول نحن دولة مؤسسات وقانون يا على الجميع يا خينا نسكرها الطابق ممتاز صراح كلامك ممتاز أستاذ محمد أنا بقول قبل أن نذهب باتجاه الغاء وقوبة الإعدام أنا بعتقد أنه يجب أن يخضر أنا الصلح قديش بدي أتركه أتركه مجال يعمل صلح قديش خمس سنين ست سنين عشر سنين حسارت بعد خمسة عشر سنين مرة سيدي ما هم تزبط أزبط سياق مجتمعي يعني حتى الدول اللي الإخواننا المواطنين برددوها أنه السعودية مثلا فيها عدام ترى ما تتذكر أنه الإعدام سريع يعني إخواننا بالسعودية إذا كان عند المقتول ابن عمره سنة بنتظر عيه لم يسبلغ سنة البلوغ ثمانت عشر سنة قبل ما ينفذ الإعدام وبعد ما يبلغ سنة بيستشيروه نعدم ولم نعدم فحتى بالدول يعني إخواننا فهمين الموضوع أنه والله السعودية لأنه بنفذ حكم الإعدام بنفذ حكم الإعدام لكن ما فيه تنفيذ ثانيا التنفيذ السريع للإعدام ترى خطره شديد جدا لأنه زي ما قلنا الخطأ لا يعوض يعني لازم المحاكم تأخذ وقته أشكر لازم المحاكم تأخذ وقته بالحكم وتتروه وما نضغط على المحاكم ونستعجله بالأحكام وكذا لأنه ممكن يقع خطأ بسيط وحيانا خطأ يعني خطأ أنا كنت مدير مختبرات جنائي ممكن خطأ بفحص جهاز خطأ جهاز أو خطأ واحد بيشتغل على الجهاز أو خلط عينة بعينة تيجي تقول والله الدياني الموجود هذا لفلان وفلان يجي فلان وتستعجل عليه حكم وتأخذ التقرير وتروح معدمه وبعد شهرين ثلاثة وفي سوابق أستاذ أحمد وفي سوابق أن أعدم أشخاص تبين لاحقا في الأردن لا 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 في الأردن أرجوك أرجوك في قضية جبل الحسين والصاغة تبين بأن من تم إعدامهم الفتاة والشاب بريئين لا لا مش بريئين مش بريئين خلي أحكي لك بل الله أبو سيدي أنا متابع للقضية هذا قرار أخوي معاد أخوي معاد أنا متابع للقضية اللي حصل شوه ما كانوا بريئين لكن لبسوهم قضايا زيادة خلينا نكون معك واضح تستوجب الإعدام لا قضاياهم كانت سرقة تلبسوهم قضايا لا 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 كانوا مرتكبين سجراء مقتل أربعة من الحقيقيات فيه ثنتين بجوز نتيجة الضغط اعترفوا فيه انت بينا مش ملقاتلي لكن أربعة عضلات عندهم بسنو لطبيعة الحال هذا مدعا عندهم مقتل عملي أربعة شخاص تنظيم عصابي مش بسير تنظيم عصابي خطير جدا تنظيم عصابي خطير جدا كان يفوتوا ويقتلوا بدم بارد ويقيسوا بذلات ويلبسوا وغيره يصيروا لبسوا هذا هو أستاذ دكتور يعني اللي تفضلت فيه بأنه أربعة من ستة ولبسوهم في ثنتين أنا معك خطأ لا لا ما فكرت أنه في ثنتين أستاذ معاد فكرت أنه في ثنتين معاد وفكرت أنه في ثنتين أستاذ معاد أنا بتبع أنا معي قضية أنا معي قضية بالجنايات الكبرى الآن بحكي بيها الثنين معي اعترفين بالقضية ولا بعرفوا بعضهم الثنين اعترفوا واحد منهم طلعوا إلو دي انيا والثانين ما طلعوا دي انيا ولا بعرفوا بعض ولا شافوا بعض الثنين هاي مقاعدين بتحاكم بجنات الكبرى الآن وأنا معامي واحد منهم ما لهم علاقة بعض فيه أخطاء فيه أخطاء مش أقول لك ما فيه أخطاء فيه أخطاء لكن حتى بأميركا ثبت أنه 23 شخص أعدموا بأميركا بالمقصنة وتبين أنهم أبريئة فيما بعد بعد القتل هي اعتقع أخطاء لا بد منها أخطاء بشري أي عمل بشري في تكون فيه خطاء هذا مدعا لإعادة النظر بالمقصنة يا سيدي ما أنت تستنى بتأخذ حكم أنت بخلص الحكم وخارصة أمورها خلص لما تحكي على أميركا لما تحكي على أميركا 23 أميركا كل يوم بس كل يوم فيها مليون جريمة مش يعني ملحكي عنها 180 مليون طيب يعني نفسي نحن اليوم يا سيدي يا سيدي يا سمان اليوم شرعا قانونا حكما دستورا في كل مكان إن تنظروا فيه حكم الأعدام موجود جمدنا وقفنا هذا أمر آخر اليوم الناس لا تعرف إن في حكم أعدام ببطل فيه ثار وأكتر فلان هذا موضوع الثار هذا تقصير اسمح لي هذا تقصير بمبدأ سيادة القانون ما بيجوز نحكي عن الثار كيف الأصل أن يكون هناك قانون رادع قانون رادع شو القانون الرادع قانون رادع في المجتمع القوانين الرادع إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن أستاذ محمد أنت قصة الثار والخوف من قصة الثار هذا موضوع سياق آخر لأنه أنا اليوم يجب علي كسلطة تنفيذية وكجهاز إنفاذ قانون أن أحمي المواطن من ردود الأفعال الانتقامية ومن الثار وخلافه ما بيجوز الأصل أن يعاد النظر اليوم عندما تريد تسمح لي دكتور عندما أرادت الدولة عندما أرادت الدولة وأجهزتها أن تطبق أن تعيد الأشخاص الذين جلوا نتيجة القيام ببعض الأفعال اليوم كل الناس صارت في بيوتها محافظة الزرق اليوم بيصرح أنه لا يوجد شخص بخارج الزرقاء تم جلاؤه من خارج الزرقاء نتيجة قيامه بجريمة عندما أرادت الحكومة تطبيق القانون مبدأ سيادة القانون دكتور غازي وأخذت القار أسمع دكتور غازي سيدي عاد الجميع إلى بيته عادت الجلوة إلى أصلها عشان نتفك الجلوة كانت في فترة طويلة من الزمن تعدت عن تعدت وسع عن الجلوة بحقيقة جلس أول حلقة عملناها برعاية الأخ معاذ هو اللي تسوها بالبعض المجلس عن الجلوة عشاني وكانت تيبا كورة العمل صحيح حمد لله أخي يجب أن نقدر وضع المجتمع الأردني يختلف عن المجتمع الأمريكي وأنا بتفق معك تماما يعني خلينا أقول بتفق معك أنت بتحكي الآن قبلوش عن قتل الثار بود لما تبحث في المجتمع كمان اللي قتل الثار ترى في ضغط اجتماع علينا وليش ما خطب ثارك وليش ما كذا واللي قتل أخته وبنت عمه وكذا كذا كمان عن ضغط اجتماعي إنه ليش ما قتلت للأسف إنه مجتمعنا السلاح ذي وحدين قاعد بطالب بتنفيذ عقوبة العدم وبالمقابل هو بحرر على الجريمة مرات طبعا من حيث ندري أو لا ندري قلت لك الآن في مجتمع في الدنيا ما فيه جلوة انتهت في كل العالم لكن عندنا فيه جلوة تقول لي فيه ثار حتى قاتل الثار ترى عنه مش هذا المجرم اللي أنا بحكي عنه أنا بحكي عن المجرم الخطر زي ما حكي عن جريمة الزرق عن جريمة كذا الناس المعتادين مكررين الجرام اللي ارتكبوا جرائم ومدم بارد مش واحد والجرائم اللي تهز المجتمع السلاح هذا مش كاي جريم ولا جريم تلقت حتى جريم تلقت العادية أنا مش مش بصدد اني أطالب والله عدام معدام أنا بحكي عن الجريم ثانيا إخواني الآن فيه مش موضوع المصالح كثير من المواطنين بيحكوا معنا بالطريق إخواني المصالحة المصالحة اللي جابوا مصالحة يعني المصالحة أولا توقف العدام قطعا يعني يعني ما سبق في تاريخ الأردن انه أعدم شخص جايب مصالح من المقتول نهائيا صحيح ثانيا عنا قانون العفو العام بال2019 خفض العقوبة بنص القانون وأي واحد قتل حتى لو محكوم عدام حتى لو صالح حكم عدام مبرم قطعي إذا جاب مصالحة بتنزل العقوبة لـ 15 سنة وهي قصة أخرى كمان قصة قانون العفو العام كمان هاي قصة أخرى بتثير المجتمع وإنت بدك تردع وبنفس الوقت بتصدر كل عشر سنة قانون عفو عام سيد القانون القانون مشكل وردع فيه تضارب فيه تضارب القانون فيه ردع وفيه عدالة وفيه إصلاح مجتمع لا شك يعني أك يعني تكيب تحكي عن إصلاح بترد الطالب بتقول ما بده أعدام لا الأصل الأصل مع الاحترام دكتور الأصل إنه إحنا نعيد النظر ونوجه ونعيد الاعتبار للقيم المجتمعية نعزز قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون في مجتمعاتنا حتى نستطيع نتحدث أنا بقول المجتمع الأردني غير جاهز سلام عادل الناس اليوم بدها تعرف إنه القانون ينفذ على الجميع نقطة بس القانون نفذ على الجميع والجرائم التي تهز المجتمع تحتاج إلى تنفيذ القانون طورا لأنه مثل هاي الجرائم لما تسير بتهز المجتمع بتهز صورة الأردن وبتهزنا كله بكل أمان ضمن مبدأ العدالة نحن دولة نفتخر بالأمن والأمان ما بقولش أنا أنه الأجهزة الأمنية قادرة أن توقف شخص ينوي القتل هذا مستحيل ضمن مبدأ العدالة وسيادة القانون ما أحد وإحنا ما قلنا الجريمة القتف العام أخذ الجاني فرصة للتفكيري والتخطيطي بهدوء ثم قام بالتنفيذ يعني هذا بدي يكتل بدي يكتل وإحنا شفنا حالات زي كذراحة معنا جريمة الإعدام ما بتحقق الردع العام هي بتحقق الردع الخاص هي بتحقق الردع العام الردع الخاص القائل جد بديلا جد بديلا عن أنا منيح ما أقول لك في ناس بتقول لك الإعدام يجب أن يكون في الحسين أخمع أخمع في الساحة هذا أصلا بير مسموح بدي أختلف معك من النقطة هاي بذلك هي لا تحقق الردع الخاص بالعكس هي لا تحقق الردع الخاص لأنه العدم شو بدك تردعب واحد عن عدم وعدم لا تحقق الردع العام حقق الردع الخاص فقط لأنه لازالت جرائم القتل موجودة ودي تزايد ولمشر بألم لما تعدم أحد بتعاقب ألم إقرأ الإحصائيات الدولية حتى بفرنسا كلهم ارتفعت معدل الجريم الخطرة الجرائم الخطرة اللي بحكياني الجرائم تستوجب العدم ارتفعت بعد الغاء عقوبة العدم بكل دول العالم طيب دكتور غازي وصاب معدل أشكركم أن وقت انتهى شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا